إذن مشاهدين الكرام فمرة أخرى وصل سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مطار أورلي الدولي في العاصمة الفرنسية باريس وذلك في مستهل زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانوال مكرون منذ لحظات ومنذ دقائق والآن معنا على الهواء مباشرة هذه اللقطات المتعلقة بالاستعدادات الأخيرة في قصر الإليزي استعدادا لاستقبال سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه المحادثات التي ما المتوقع أن تعقد بين الرئيسين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي مانوال مكرون لمناقشة عدد من الألفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية هذا بالتأكيد فضلا عن الموضوعات المطروحة للساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب بالتأكيد أيضا بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستوئات ما المعروف مشاهدني الكرام أن الزيارات الثنائية تعددت الزيارات رفيعة المستوى بين قادة البلدين وذلك في ظل الحرص المتباتل على التشاور والتنسيق حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما تقوم العلاقات المصرية الفرنسية على روابط تاريخية بتستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة ونمت هذه الروابط وبقوة في ظل عهد سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي كما تتلقى أيضا وجهة نظر مسؤولية القاهرة وباريس في عدد من القضايا ذات الاتمام المشترك كعملية السلام في الشرق الأوسط أو ليبيا أو إفريقيا فضلا عن ملف مكافحة الإرهاب كما تحظى العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا باهتمام بالغ من جانب القيادة السياسية باعتبارها امتداد للعلاقات السياسية وترسيخا للتعاون المشترك بين البلدين ترجمة نانسي قنقر